اشتركوا في القناة حلقة جديدة من حلقات خضايا الجنايات والجنح حلقة ديال اليوم كان كتعرفوا مواقع التواصل قلت واحد حاجة اللي قلت له كيتتعرفوا فيها الناس والمعرفة ديال مواقع التواصل بشي بحال المعرفة المباشرة مواقع التواصل إنسان كي بيه للك دك شي اللي يبغى من الشخصية دياله وربما بيه للكتعجة من الشخصية دياله كي بغي كي يعطيك الصورة اللي بغاها هو اللي كي سوقها في مواقع التواصل وكي وقع تعارف كي كتبنا صداقات شح من واحد زوج من مواقع التواصل كي اللي يسخر ليه الله وكان اللي كان هدك الزواج دياله مصدر ديال المشاكيل دياله يعني كل واحد والمكتاب دياله كل واحد والقضار دياله غادي نهضروا على هاد الظاهرة ديال تعارف عبر مواقع التواصل الاجتماعي كان واحد شاب من عائلة ميسورة في البداية دياله العشرينية هو الأب دياله اللي لباس عليه كنت عندهم واحد الفيرما كان عندهم كي ربي والخيل يعني كي ما قلت باش نلخص الأمور يعني كي ينتمي واحد الشاب كي ينتمي لواحد العائلة اللي لباس عليها واي واحد في الشباب ديال اليوم ما كي شي واحد اللي يقدر يستغنى على مواقع ديال التواصل الجميع كي يزور مواقع التواصل كيتفرج فيها كين اللي دباء حاليا ما بقاش كي يشوف في الفيزة تليفون دياله لا أقل ولا أكتر هاد الشاب كسائر الشباب خل الشبكة العنكبوتية وربط واحد العلاقة ديال الصداقة تبادل فيها رسائل مع واحد الفتاة تهي في مقتبل العمر في البداية ديال العشرينية التهية ولكن كتنتمي لواحد البلد أوروبي اللي كين في الشمال ديال أوروبا اليوم غدا كيت تبادلوا الرسائل حتى تعارفوا بعضيتهم حتى ولا تتقى بيناتهم هذيك شابة الأجنبية بطبيعة الحال مع الوقت ومع الاحتكاك ديال عبر مواقع التواصل اليوم غدا اليوم غدا ولا ما كتستغنيش عليه ولا كيتتواصله باستمرار واحد اللقيته هذا الشابة ده عنده الإمكانيات الإمكانيات المادية وطلب من ذيك الشابة الأجنبية بيس تجي تزوره في المغرب وقال لي رغادي نجيد نجيد تشوفي المغرب وندورك المغرب وتشوفي بلادنا وتشوفي الجمال ديال الطبيعة ديال بلادنا وتشوفي الشعب المغربي كيداير في الحفاوة ديال استقبال وكيداير الشعب المغربي في الكرام وهذه المهم هي قلبات واقتنعات اقتنعات وحددات معه واحد الموعيد ستجي بعدما تعرفوا كما قلت لكم على مواقع التواصل لمدة طويلة مهم حددوا الموعيد وجدت رأسها رغم أنها راه جاية جاية على أساس تجي ضيفة عندك الشاب وأن راه بنته صداقة لا أقل ولا أكثر صداقة بريئة هاتشي بالجاية هات الشابة هدي ولكن الأمور غادي تطور وغادي تتبعوا القصة وغادي تشوفوا الأطوار ديالها وغادي تتبعوا الخاتيمة ديالها مهم تحدد الموعيد ديال السفار باش غادي تجي قطعت الطيارة قطعت البيئة ديالها وجدت في الطيارة نزلت في مطار محمد الخاميس مشا أول تعرض لها ده السيارة ميسر عليهم الله باشا لي لي الطموبيل تعرض لها تسناها تم مايا جات نزلت استقبلها طبيعة الحال أحسن استقبل دهة لديك الفيرمة وحد الفيرمة عندهم خارجة على المدار الحاضري جات في منطقة في واحد البادية دهة لتم ما دهة لتم ما كانت واحد الفير اللي عندهم تم مايا وكان الخيل وكان المهم الخير من دفقه لهم وبدأ كيخرج معاها كيمشي ويدوره مرة يقلسوا تم مايا المهم دوزات واحد المدة بيخيروا على خير وخلال هاد المدة ديال الإقامة ديالها كانت كيم ما قلت لكم العلاقة ديالهم كانت علاقة ديال صداقة بريئة ما في هاتشي حاجة هاتشي اللي في الفكر ديال ديك الشابة الأجنبية ولكن مع مرور الوقت هادك السيد وهادك الشاب واحد النهار اش غادي يدير غادي يدير واحد الفيعل وغادي تنقاط عن أخبار ديال ديك البنت العائلة ديالها لحقاش من اللي جات من البلد ديالها جات ضيفة عدنا وسائحة عدنا في بلادنا كانت كتت تواصل باستمرار مع والدها لحقاش غادي يبقى مشطونين عليها لماذا لحقاش ما عمرها سافرت بوحدها وعما غامشت لواحد البلد أجنبي اللي ما كتعرف فيه تشي واحد كتعرف واحد الشابت تعرفت معه عبر مواقع التواصل ومواقع التواصل كمالك لك ما كيعطيكش الشخصية الحقيقية ديال الإنسان لحقاش الإنسان كيخفي ديالك شي اللي ما بغاش يوريه لك مواقع التواصل ديال الأيام أمور ديالس بيخير على خير واحد لقيتها كتبقت على الأخبار ديال 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 البنت العائلة دياله تشوشو عليها تشوشو عليها ولكن وليدها كانوا ديرين الاحتياطات باش يلوقع عليها شي حاجة باش تقدر بتواصل معه هات الشاب باش ندرت كانت قبل ما تجي شرات واحد مقانا ساعة هاتيك المقانا اللي شرات تيم كلك باش تصفت منها تموضوع الجغرافي ديالك البلاسة فين كتتواجد يعني اللي كوردوني جاباس الإحداتيات ديالك فين كنت يمكن تصفتهم صفتات واحد رسالة ديال الإغاثة كتستغد فيها عند وليدها وكما أنها صفتت لمكان ديال التواجد دياله الوالدين ديالهم اللي توصلوا بهاد طلب ديال النجدة اللي كان المصدر دياله بنتهم اللي كينة في المغرب ولي توصلوا من خلال داك الطلب بالإحداتيات ديال اللي ما كان ديال التواجد ديالها تواصلوا مع القونصولية ديالهم في الممتلة ديال داك البلد اللي كينة عدنا هنا في المغرب وعودوا لهم الحكاية والقصة ديال بنتهم بأن بنتهم رات تعرفت على واحد الشاب كما عودت لكم ورهجت مشاة سافرات المغرب بعد ما تعرفت عليه بعد ما ارض عليها وانا كانت باستمرار كانت تواصل معنا ولكن من بعد رفقات القطاعات الاخبر ديالها والتليفون ديالها مبقىش خدا واحد السلوك اللي هو غريب ممكن شهد البنت هذي كانت تواصل مع والي ديها بين عشية وضوحها قطاعات الاتصال مع والي ديها تشو شو عليه هذا كشعلاش تتصلوا بالقنصولية ديالهم في المغرب القنصول ديالهم شخصيا كي يمتد بواحد المحامي وكي يديرون المسائل ديالهم بعد ما تصلت بالقنصول ديالهم مع مصلحات الشرطة القضائية ديال الدارك الملكي و騙د ما تتبيين بان البنت ركاد تواجد في واحد البلاصة اللي كانت دخل ديische منها منطقة النفوذ ديال الدارك الملكي تواصلوا مع المصلحة القنصولات وتواصلوا مع المصلحة ديال الشرطة القضائية ديال الدارك الملكي على مستوى القيادة العليا الرئيس ديك المصلحة بطبيعة الحال تواصل مع القائد الجهوي ديك البلاسة وفي الأخير تحال الميلف واسندة المهمة دي اللي بحت في هذه القضية للمركز القضائي مشا متاتل هذا القنصور وبالرفقة دياله المحامي دياله مشاو عند المركز القضائي تواصله بعدما عرف قائد المركز القضائي المعطيات كاملة والسبب ديال القدوم دياله تسير تواصله مع النيابة العامة الحدود الساعة المصير ديال هاد البنت مجهول واش صب هاش يمكروه واش غير هي بوحدها اللي بغا تقطعه ولكن علاش غادي تصفت هادك طلب ديال النجدة عبر هادك الساعة اللي كانت عندها المتطورة يعني كي نشي حاجة اللي ماشي هي هادك دا الاتصال بالنيابة العامة جي المركز ديال الدارك الملكي ولمراكز ديال الدارك الملكي في تلك الحقبة كانوا مزوادين بواحد لقرأي ديال الجباس كانت ديال الساعة فاش كانت وقعتها تمت الاستعانة بهاد بهاد الالة ديال الجباس ودخلوا فيها الإحداثيات لصفتتهم لصفتتهم هادك الشابة العجنبية لوالدها وتبين بأن بالفعل ركت تواجد ضمن منطقة النفوذ ديال هادك المركز القضائي ونتقلوا البلاصة ولدوك الإحداثيات لصفتتهم ديالك البنيوتار ما اللي يوصلوا كيرقوا بأن الأمر كيتعلق هادك البلاصة رع يبارة عن فيرمان تواصلوا معاملها سيدموا لها طبيعا في الحال جاء أحضر العين لمكان وقالوا لي السباب ديال قدوم ديالهم وقالوا لي ممكن باش تدخلوا هو مكان فرصوا تشيح حاجة وكان لا يعلموا شيئا ودخلوا باش يقلبوا على ديالبنت ودخلوا يقلبوا على ديالفيرما وقلبوا في ديالفيل اللي كينا هاد العملية ديال تفتيش اللي دارت في ديال تضيع الفلاحية أصفرت عن واحد النتيجة هي أن لقوا هادك الشابة راها كينة ميا وراها سد لها هادك الشاب حرها من ديال القبضة ديال ديال الشاب وتم تم الاستيعانة تم الاستماع إليها في عين المكان خدوت صريحات ديالها صريحات ديال هاد البنت وكانت تلقات في واحد الحالة يرتلها كانت بكرا في صعب وكانت الحالة الصحية ديال متدورة علاش لحقاش كانت تعصبات وهدك الشاب ما خلاهاش باش تخرج وحيد لي هاد تليفون جرد عمل هاتف ديالها علاش هاد شي على عيت كان هدك الشاب حسب تصريحات ديال هاد الاجنبية بان دوزت معه مدة وهذا المدة ديال اقامة اللي دوزت معها كانت بخير على خير في الأول قلت لهم حتى نهار ديال الواقعة بعد ما دوزت تقريبا واحد الأسبوع ولا ما كان حتى شي حادي وكانت الأمور عادية قلت لهم رك يخرج نظر وكان رجع لأشياء هو كي ناس واحد في بيت وكان ناس بيت لم يكن الاحترام المتبادل قلت لهم محتل الليلة الواقعة اللي ستوقع فيها الواقعة قلت لهم كنا خرجين رجعنا قلت لهم هو يشرب يشرب الشراب قلت قنا كان نتبادل أطراف الحديث والنقاش ولكن هذا الشاب قلت لهم رك نحاول باش طلب مني شي حويج باش ندير ها معه قلت لهم ما قبلت رفضت قلت لهم احترم الرغبة ديالي رغم ما بززش علي شي حاجة قلت لهم ولكن من يشرب يدير إنسان رجتي ما يبقاش كامل القوى العقلية دياله يعني ما كي عرف ش كي يدير ما كي ضبط رضود الفعل دياله وما كي عرف فين كي حط رجلي وما كي عرف العواقب ديال رضود الأفعال اللي غدي تصدر منه اش غدي يدير غدي غدي يغتاسب ها بالقوة بالقوة غدي صباح بالقوة حي ديال التليفون هي بطبيعة الحال طارت في وجهه هاد لكت ديال الفيون راي راكان سير سون مال غري ديال هديك شابة وهدك هديك شابة حاولت باش نتصل بالتليفون نعلم العائلة ديالي بهذا الشي اللي وقع علي وبهذا الفعل ديال الغتصاب اللي كانت ضحية دياله قتلي هم اللي بغيت نتصل بالعائلة حي لها الهاتف جردها من الهاتف جردها من جميع الوسائل اللي ممكن توصل بهم مع العائلة ديالها ولكن احمل هديك الساعة وقتلي انا الساعة جبتها كاجراء احترازي واحتياطي ربما توقع لي اي شي حاجة ربما يمشي ديال تليفون باش نقدر نصفت واحد الاغاثة الواليدية هدك الشي اللي يوقع قتلي بعدما تغتاصلت تحت طائلات القوة وبالعنث قتلي يوم ديك الساعة قتلي رغا يندعيك وغا يندير لك وغا نفعل لك اش غا يدير غا يسد عليها في واحد اللي بيت بعدما مجرتها من تليفون ديال لك ديالها ما عارف شو العواقب ديال هذي الفعل هذا استمعوا لها هدوما الاقوال ديالها اللي جاوا في تصريحات ديالها وقلت اليوم بان ارغب في المتابعة ديال هذي الشاب هذا امام القضاء من اجل الاغتصاص طبيعة الحال هنا كي يجي الشاب بعدما احضره والده وتم المواجه تمت المواجه هذه الاتهامات الخطيرة بطبيعة الحال انكر جملة وتفصيلة قل اليوم السيدة هذه ما اختصرت هاش احترمتها بيناتنا واحد صداقة بارئة استقبلتها حسن استقبال كرمتها كرم ضياف هذه المغربة وكانت تدور هنا فيما بغت تمشي كان ديالها تشوف ولكن هذا الاتهام هذا لا اساس له من الصحة قل ليش ما هو السبب والدافع اللي يخلي واحد السيدة استقبلتها واتهليتي فيها وكرمتها باش غدي تهمك يعني الى بغت تهمك غدي يكون واحد السبب ماقدرش يكشف على شي سبب لاحقاش لا وجود اي سبب هنا هذيك الاجنبية شابة كانت دكية كانت دكية القرائم ديالها والاتبات ديالها والأدلة على الأقوال ديالها خزناتها عش خزنات خزنات تبان ديالها تبان ديالها كان مازال يحمل أطار ديال دم خزنات ما شافوش بعد العملية ديال الاغتصال خزنات في البلاصة في تنسد عليها فاش تواجهت بهذا الإنكار ديال هاد السيدة دا باش بدات هذك هذك الدليل ديالها هذك الدليل ديالها اللي كيأكد صحة هي الأقوال ديالها تحجز دك تواجبان دار الاتصال بالنيابة العامة في شخص سيد الوكيل العام وهذا السيدة دا ركان سد على ديالك البنت تقريبا شي ثلاث يام ولا يعني عنده الاحتجاز ماحتاج ذا وتقوم جريمة الاحتجاز بعد ماك تسد على شي واحد أكثر من 48 ساعة أنا كيقول احتجاز أما قبل احتجاز أما فاش تفوت مدة الاحتجاز 48 ساعة مدة الاحتجاز تقول لي هنا احتجاز هنا كتقوم جريمات الاحتجاز دا الاتصال بالنيابة العامة تعلمات بهذا الوقائع وبالنتيجة ديال الابحاث وتعطت تعليمات من طرف احد نوب السيد الوكيل العام المختص ثرابيا بوضع المعني بالأمر هدك المشتك به تحت الدار ديال بطبيع الحال طبق التعليمات ديال نيابة حتى دبي الحراس النظرية هذيك الشابة تحرات من دا الاحتجاز اللي كانت محتاج زا وتسلمت لدا القنصل ديال البلد ديالها باش اقطع لها طيارة بطبيعة الحال وتمشي اقوال ديالها كينة تصريحة ديالها كينة كين دليل اعطرت على انها تعرضت الاغتصاب ومعنداش على شي حاجة شي دافع ولا شي سبب باش غتكذب على هذي السيد واتهمه هذي التهمة الخاطرة من بعد هذي السيدة دا وخدك شي وخدك الدليل القناكر قناكر طالع للجبل واجهوه بالواقع تليفون ديالها قلت لهم راح 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 يدولي تسترجعت الهاتف منه كان حاطه تم حاطه ولكن ماشي خازنون لها كان حاطه في ديك الفيلا سترجعت الهاتف ديالها سترجعت الاغراد ديالها الملابس ديالها المسائل ديالها مشات بعد ما تسجلت لهالشي كاية هذك الوليد ابقى حتى تكملت المدة القانونية دي الحراسة النظرية وبعد ما كملت المسطرة دياله تقدم امام انظار السيد الوكيل بعد بعد الستنطاق دياله تحال على قاضي التحقيق ودر لهالإذاع في السجن بعد ما دوز التحقيق ووجد الميل في دياله تحال على الجلسات وكان راجل الميل في دياله في عدة جلسات وكان صدر صدر في حقه واحد الحكم بتي داي استيئنافي وفي الاخير صدر في حقه واحد الحكم اللي هو حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي بي اللي هو خمس سنوات سجنا نافدا تشوفو طيش و الخمر اللي كيف قد الإنسان الوعي دياله وما كيخليش كيعرف التبعات ديال واحد الأفعال كيديرها حتى القراسو وسط واحد الجريمة قدها قداش الجريمة اللي ماقدرش يخرج منها و دوز العقوبة دياله خمس سنوات مشي شي عقوبة اللي سهلة إضانة قضائية اللي تقيلة بالخصص لوحد الشاب اللي مولف يعيش في الرفاهية ولكن طيش دياله وعدم ضبط السلوك دياله خلاه باش يوصل لهذا الحالة وهنا كان اغتنف فرصة ونوجه ميدا رح توصل المغرب عندنا ركين الفتيات كيتعرفوا مع شبان عبر مواقع التواصل وكيشدوا الطرق كيمشي ولعندهم يصافروا عندهم كيصافروا عندهم ما كيعرفها ما كيعرفوا ما عرف عليه التحاجة كتعرف عليه ذاك الشي اللي اعطاها في مواقع التواصل وكتغمر وكتمشي ما كتعرفش المصير فين غنية المصير ذيلا ما كتعرفوش وهذا خطأ هذا خطأ أنتو ما كتشوفو المثال حي شي واحدة بغت تمشي عند شي واحد آه يجي خطبك عند والديك اللي بغى اللي بغى الحلال كي يجي يدق الباب وكي يدخلش من الشرجم والشابات حاولو باش تفادوا هذي المسائل وذك التعارف ديلا المواقع التواصل ما كي بيين لك الحقيقة ديلا للشخص ربما كي الحالات اللي هي قليلة وقليلة بزاف اللي كتلقى هذك الإنسان اللي كتتواصل معك يعطيك الحقيقة ما كي يخز دعلك تحاجة ولكي الأغلبية الساحقة كي يهضر معك وكي يعطيك معطيات كدوف 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 باش يغريك وباش يطيحك في الشركة ديلا ويطيحك تجيل عنده يعني الفتيات خصو يحتاطوا ومي تيقوش مواقع التواصل والإنسان يكون مسؤول عوداني الشباب حالات الشاب كانت تعامل معها بخير وعلى خير ما كرمها أحسن كرم واستضفها وضيفة ديلا مغار بركة تعرفوها ولكن ينبقى عادي من اللي كان في كامل القوى العقلية ديلا مجرد ما شرب الخمر فقد الوعي ديلا وما بقاش في كامل القوى العقلية ديلا وهو شنود النتيجة شنهية النتيجة هي خمس سنوات سيجنا نافيدا غادي تمشي ليه من حياته عباء من طور نتمنع باش تخذ عبر من هذو القيصة هذي وباش تخذ منها دروس وباش الانسان ما يطيحش بحال هاد الحالة هادي يستفد منها باش اي واحد ما كان عارفوه ما وليو مشي نشد عندو الطريق ونمشي هذي كرا خاطع وهذي كرا مغامرة ورا كت تمشي الواحد البلصة اللي كتجهل فيها المصير ديهلك نتمنع باش هاد النصائح توصل وتلقى هذان صاغية وقبل ما نختم هذه الحلقة لابده ما نتطرق كتعرفو كين المادة 66 من قانون المصدر الجناية هي اللي كتجولك الحقوق ديال واحد اي واحد غادي توضحت حتى تدابير ديال الحراسة النظرية كين عندو حقوق كيخولها لها القانون غير هذي كلمادة 66 كين الاغلبية كيعرف غير واحد الجزء من هاد الحقوق هذي كيعرف واحد الجزء منها الجزء الاخر كي يجعلو العدد الكثير و من الناس لذلك اه قررت باش نتطرق لهاد المادة هذي و نقرأ عليكم باش يعرف الانسان ما له وما عليه كين المادة 66 قنون المصدر الجناية اذا تطلبت ضرورة البحث ان يحتفظ ضابط شلطة القضاء بشخص او عدة اشخاص مما ممن اشير اليهم في المادة 65 اعلى ليكونوا رهنة اشارته فله ان يضعهم تحت الحراسة النظرية لمدة لا تتجاوز 48 ساعة تحسب ابتداءا من ساعة توقفهم وتشعر النيابة العامة بذلك وهذا المدة 48 ساعة قابلة للتمديد مرة وحيدة يتعين على ضابط شلطة القضائية اخبار كل شخص تم القبض عليه او تم وضعه تحتدى بالحراسة النظرية فورا وبكيف يفهمها هذ الحقوق دياله باش يشعره دواعي الاعتقال السبب دياله في الحين في البلاصر قبل شديته في حالة تلبس او عندك تعليمة باش تحتدى الحراسة النظرية في الحين يجب أن تتعلمه بالدواعي ديال الاعتقال دياله وبالحقوق دياله ومن بينها حقه في التزام الصمت انا من حقوق ما يعطي حتى شي تصريح ما يهضر مع الضباط ديال شورطة القضائية يمكن بإذن كتابي من نياب العامة لضرورة البحث تمديد مدة الحراسة النظرية لمدة واحدة 24 ساعة اذا تعلق الامر بالمس بأمن الدولة الداخل او الخارجي فان مدة الحراسة النظرية تكون 96 تمديد مرة واحدة بناء على اذن كتابي من نياب العامة فاش تكون شي حد القانون الجنائي القضايا الجرائي كلها كان مدة الحراسة النظرية 48 ساعة قابلة ليل تمديد مرة واحدة لمدة 24 ساعة في حالة المس بأمن الدولة تولي المدة الحراسة النظرية اللي عند الحق باش يشدك ضبط شرطة قضايا 96 ساعة قابلة ليل تمديد مرة واحدة بناء على اذن كتابي من نياب العامة يتعلق الامر بجريمة ارهابية فان مدة الحراسة النظرية تكون احتهنية الانسان تورط في قضية الارهاب مدة الحراسة النظرية تهي في هذه الحالة تكون 96 ساعة قابلة ليل تمديد مرتين وهذا المرتين كل مرة 96 ساعة الولى 96 ساعة بغيت تدير تمديد المرة 96 ساعة كتزال المرة الثانية 96 ساعة في كل مرة وبناء وذلك بناء على اذن كتابي التايم من النيابة العامة يحق للشخص الذي القي القبض عليه او وضع تدابير الحراسة النظرية الاستفادة من مساعدة قانونية ومن امكانية الاتصال بحد اقربائه وله الحق في تعيين محامي وكذا الحق في طلب تعييني في اطار المساعدة القضائية هلا يمكن لمتتل النيابة العامة تأخير اتصال المحامي بموكله بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائية تعيينه في اطار المساعدة القضائية كما تقوم الشرطة القضائية فورا باشعار المحامي المعين هنا يحق للشخص الذي القبض عليه وضع تحتد برضي الحراس النظرية لاستفاد من مساعدة قانونية ومن امكانية الاتصال بأحد اقربائه ايو واحد دار تحتد برضي الحراس النظرية عنده الحق في طلب المساعدة القضائية في اطار مساعدة القانونية وعنده الحق في الاتصال بأحد اقربائه ولا حق في تعيين المحامي وكذا الحق في طلب تعيين المحامي في اطار المساعدة القضائية وتقوم الشرطة القضائية فورا باشعار المحامي المعين مع اخبار النقيب بذلك واذا طلب المحامي المعين واذا طلب المعني بالامر تعيين المحامي في اطار المساعدة القضائية تقوم الشرطة القضائية فورا باشعار النقيب الذي يتولى تعيين هذا المحامي يتم الاتصال بالمحامي قبل انتهاء نصف نصف المدة الاصلية للحراسة النظرية يعني قبل انتهاء 24 ساعة يتم الاتصال بالمحامي قبل انتهاء نصف المدة الاصلية للحراسة النظرية يعني قبل ما تكمل 24 ساعة من تاريخ الساعة فاجدى هذا المعني بالامر تحت تدبيض للحراسة النظرية ويمكن لممتل نيابة العامة كلما تعلق الأمر بوقائع تكون جناية واقتضر ضرورة البحث ذلك أن يؤخر بصفة استثنائية اتصال المحابب موكله بناء على طلب من ضابط شرطة قضائية على أن لا تتجاوز مدة التأخير 12 ساعة ابتداء من انتهاء نصف المدة الأصلية الحراسة النظرية يعني خصوص التعليم المحامي قبل ما تكمل 24 ساعة ويمكن يتأخر هذا الإشراء يتأخر 12 ساعة يعني قبل فاشة تبقى 12 ساعة المحامي عنده الحق باش يجي عند المعني بالأمر غير أنه إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية أو بالجرائم المشار إليها في المادة 108 من هذا القانون فإن الاتصال بالمحامي يتم قبل انصرام المدة الأصلية للحراسة النظرية يتم الاتصال بالمحامي بترخيص من النيابة العامة لمدة التجاوز 30 دقيقة تحت مراقبة ضابط الشرطة القضائية في ظروف تكفل سرية المقابلة فاش كي يجي المحامي عند هذا الشخص الموضوع تحت تدبير للحراسة النظرية ركا تكون تحت المراقبة ديال ضابط شرطة قضاء ما يخليش ببوحده ومخصوش يتطرق لشيحويج اللي كتدخل في إطار سرية البحث غير أنه إذا تعذر الحصول على ترخيص النيابة العامة خاصة لبعد المسافة فإن ضابط شرطة قضائية يأدن بصفة استثنائية للمحامي بالاتصال بالشخص الموضوع تحت تدبير للحراسة النظرية على أن يرفع فورا تقريرا في هذا الشأن إلى النيابة العامة يمنع على المحامي إخبار أي كان بما راجع خلال الاتصال بموكله قبل انقضاء مدة الحراسة النظرية وحتى المحامي فش كي يجي مثلا كي تلقى مع الموكل دياله في ديك المدة ديال الحراسة النظرية ما عندوش الحق يخرج دك شي اللي ضار بيناتهم قبل ما تكمل مدة القانونية ديال الحراسة النظرية يمكن لممتيل النيابة العامة تأخير اتصال تأخير اتصال المحامي بموكله بناء على طلب من ضابط شرطة قضائية إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث كلما تعلق الأمر بجريمة إرهابية أو بالجرائم المشار إليها في المدة من هذا القانون على أن لا يتجاوز ذلك تأخير مدة 48 ساعة ابتداء من انصيرام المدة الأصلية الحراسة النظرية يمكن للمحامي المرخص له بالاتصال بالشخص الموضوع تحت تدبير الحراسة النظرية أن يقدم أثناء مدة تمديد هذه الحراسة وطائق أو ملاحظات كتابية للشرطة القضائية أو للنيابة العامة قصد إضافتها للمحضر مقابل إشهاد يجب مسك سجل ترقم صفحاته وتديل بتوقيع وكيل الملك في كل محلات التي يمكن أن يضع فيها الأشخاص تحت الحراسة النظرية تقيد في هذا السجل هوية الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية وسبب الحراسة النظرية وساعة بداية الحراسة النظرية وساعة انتهائها ومدة الاستنطاق وأوقات الراحة والحالة البدنية والصحية للشخص المعتقل والتغذية المقدمة له يجب أن يوقع في هذا السجل الشخص الذي وضع تحت الحراسة النظرية وضابط الشرطة القضائية بمجرد انتهائها وإذا كان ذلك الشخص غير قادر على التوقيع أو الإبصام أو رفض القيام به يشار إلى ذلك في السجيل يجب أن يعرض هذا السجيل على وكيل الملك للإطلاع عليه ومراقبته والتشير عليه مرة عليه مرة في كل شهر على الأقل تقوم النيابة العامة بمراقبة الوضع تحت ذابير الحرسة النظرية ويمكن لها أن تأمر في أي وقت بوضع حد لها أو بموتود شخص المحتجز أمامها هذه هي المادة 66 من قانون المصدر الجيناعي نتمنع لكي تكون فهموها الإخوان واللي عنده شي لوبس يتواصل واللي يدير تعليق ديانه ورغب ينتواصل معه ونوضح له هذك اللوبس اللي عنده وديما أرغب أن ندير واحد المادة اللي نحاوله نشرحوها ونحاول نقرأها على المتابعين الكرام الأوفية باش قزلة توعية ديال المجتمع باش يعرف المجتمع وباش يعرف الشعب المغربي ما له وما عليه في الإطار القانوني ما له وما عليه باش الإنسان عنده حقوق كما عنده حقوق رأي عليه واجبات وكين قوانين كتسري خس الإنسان يكون على طلاع بها ويكون على علم بها عقش كما كما كتعرفو راه لا يعضره أحدا أحد بجهله القانون نول نسانسي دينيو غيرا الواق راه بعض المرات كين فاش كان ذكر بعض المرات واحدش كلمات ولا أسميتو كان كان دير ترجمة ديالها باللغة الفرنسية علاش لحقش كين زملاء مزاويلين ربما يستفدوا من هذه المسائل كما كتعرفو المرسلات ديال الدرك الملكي كترتكز على اللغة الفرنسية وكتبقى اللغة العربية مخصصة في غالب الأحيان على المرسل المرسلات اللي كتكون مع القضاء مع المحكامة هذا كش علاش مرة مرة كان نقول كلمات باللغة العربية وكندير الشرح ديالها لكي تعمى الإفادة للجميع نتمنى نكون عند حسن الضم ديالكم الحلقة ديال اليوم وخا قصيرة ولكن أدوم الواقع اللي كانوا فيها وتشاركتها معكم علاش باش يعرف الشباب الخصوص وهنا أوجه الخطاب ديالي الشباب الشباب العقش حال من وحده يخرج على رأسه جهلا منه القانون ما كيعرفش القانون وما كيعرفش التابعات ديال السلوك دياله وديال ردود الأفعال دياله يعني هذا كش علاش كنحاول نوضحها للمسائل كما شتفض القضية ديالي الشاب اللي ما خاصه توله طيش مشده خمس سنين أتمنى أن أكون عند حسن الظن ديال المتابعين والمتابعات الكرام واتمنى أن نكون توفقت في السر ديال هذه القضية واتمنى أن نكون توفقت في إيصال المعلومات القانونية للمتابعين والمتابعات الكرام وأغتنم الفرصة كي أرحب بالمنخارطين والملتحقين الجدود بالقناة ديالنا وكأن نقول لهم بالأحضان وألف مرحبا بكم بين أفراد العائلة الكبيرة ديالنا وألف شكر للجميع اللي كيدعموا القناة وما كيددخروا أي جهد من أجل تقدم بالقناة ديالنا وبالسير ديالها إلى الأمان بالفضل ديالكم القناة نهار على نهار غادية في تقدم كان مشيو كان تقدمو بشوية ولكن كما كيقولو الحمد لله بالفضل ديالكم وسأضل مدين لكم ومنساش واحد الحاجة رك أن نقولها مرة مرة اللي يعجبوا المحتوى دعم ديال القناة البرتاج والبرتاج مع الأحباب ومع الأصدقاء باش تكبر القاعدة ديالنا وتكبر العائلة الكبيرة ديالنا واللي يعجبوا المحتوى هذا فضلا وليس أمرا اللي يعجبوا المحتوى ما ينساش باش يتفاعل مع المحتوى بالضغط على الزر ديال الإعجاب مرة أخرى أشكركم على حسن المتابعة وأستودعو في الختام أستودعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه وإلى اللقاء في حلقة قديمة إن شاء الله